مرحبا نتكلم الحين على كيف تقيم تقدمك كيف يعني أنا أعرف أني بصاح ماشي في الطريق صحيح أني قاعد أخسر وزن يعني كذا أول حاجة قاعدة عامة أن تحتاج أربع أسابيع عشان تلاحظ الفرق في جسمك أنت شخصيا تبدأ تحس أنه في تغيير في تحتاج ثماني أسابيع عشان الناس اللي المقربين يعني الأهل والأصحاب يبدوا يلاحظوا تحتاج 12 أسبوع يعني ثلاثة شهور عشان كل الناس تبدأ تقول لك واو يعني وزنك تغير شكلك تغير فهذا يعطي الإنسان نفسه وقت يعني يصبر شوية عشان الناس كلهم يلاحظوا تقريبا ثلاثة شهور في عندنا الأشياء الثانية هذا الشسمة الميزان طبعا وفيه شريط القياس أسجل قياساتي بداية الشهر وأسجلهم بعدين طبعا الميزان ما يعتمد عليه زي ما قلنا قبل كذا لأنه أحيانا يعطينا يعطينا ويعطينا وازنة بدون بغض النظر هل هذه عضلات أو هذه دهون فالأفضل شنو نسوي نعتمد على الميزان نروح مثلا للجم اللي يقس لنا نسبة الدهون فلما أعرف نسبة الدهون أتابع مع نسبة خصوصا لما أسوي رياضة ورياضة مقاومة يمكن أنا قاعد أبني عضلات فما نعتمد على الميزان العادي أروح للميزان اللي يحسب لي نسبة الدهون أفضل من أني أعتمد تماما على الميزان العادي وأعتمد على الملابس الملابس والمرأة جدا مهمين أطالع في المراية عندي لبس معين ضيق شوية أتابع معه أحسن من أعتمد على الميزان تماما لأن الميزان مدقيق أبدا نتكلم الحين على بعض الخرافات الشائعة عن الرياضة في ناس تحب الرياضة الهوائية فتعتمد عليها بدون رياضة مقاومة الأفضل طبعا لازم نسوي الاثنين مع بعض لأن الرياضة يعني رياضة المقاومة تساعد على حرق سعرات حرارية الهوائية بس أثناء التمرين أنا مرنت نص ساعة حرق سعرات حرارية خلال نص ساعة تمارين المقاومة تستمر إلى 24 إلى 48 يوم إلى يومين أنت تظل تحرد عشان تشافي العضلة العضلة تظل متكسرة عشان كده إحنا ما نعيد التمرين مثلا مرانت لكز اليوم ما المفروض أني أمرناه إلا بعد 48 ساعة عشان تتشافي العضلة فهي طول ما العضلة متكسرة لمدة يومين هي تحرق سعرات حرارية فالأفضل أني أجمع بين الاثنين تساعد على نمو العضلات لما تنمو العضلات بتزيد عملية الحرق عملية الأيض عندي وتساعد على شد مناحة الجسم فالأفضل أني لازم أجمع بين رياضة المقاومة والرياضة الهوائية اعتقاد بأفيل بنات بعضهم يحسون أن الرياضات المقاومة خاصة للرجال وأن ممارستها يضخم الجسم يعني أخاف أصير كأني رجال لا ما بتصير كأني رجال لأنه ما فيجر الهرمونات الذكورية المسؤولة عن نمو العضلات يعني وبالنسبة للبنات اللي نشوفهم اللي كده هم ماشيين على مرة يأكلوا طول اليوم بروتين عشان كل ساعتين يأكلوا بروتين يعني صدور دجاج مع بروتين رايس وكده يأكلوا بروتين بكميات كبيرة يعني عشان يدللوا كمية الكاربز عشان يوصلوا للجسم اللي هم يوصلوا له يعني فلو انت بماشي على هاي بروتين دايت ويعني ممكن تأخذي هرمونس ما بتصيري كده يعني ما بتصيري ماسكلين أبدا يعني ما بتصيري كأنيش رجال الاعتقاد بأن ممارسة الرياضة بإمكان الشخص يتناول أي حاجة يبغاها أنا خلاص رحت للجين فخلاص يعني باكل اللي نفسي فيه باكل تشاكولات باكل مادري شانو الحقيقة أن الرياضة عامل مساعد فقط وأن مسؤولة بس عن 30% من خسارة الوزن تعتمد على الأكل فإحنا ما نروح نخرب تعب الجم نرجع ناكل بعدين 30% جم 70% دايت أبز أر ميد إذا كتشن نسوي المعدة ما دري الكرشة تصير في المطبخ طيب نكمل خرافات إن المرأة لا تستطيع حمل وزن أكثر من كيلو أو كيلوين وتستمر باستخدامها لكي لا تؤدي نفسها الصحيح إن البيت بأوزان خفيفة ثم تدرج بزيادة الوزن والاستخدام أوزان تشعر معها بالتعب بدل القيام بتكرارات تصل إلى 30% في الجولة الواحدة يعني مثلا أنا أروح الجم أشوف بنت تتمرن تسوي بايسبس بايسبس كرول مثلا تسوي 50 عدة أصلا البايسبس عضلة صغيرة وإنتي لما تحركيها بدنبل 1 كيلو ما قاعدت تسوي ولا شي فأيضر أن تأخذي وزن يعني ثقيل شوية وتسوي عضلات لكز مثلا ضيئ وقت عليهم لأنهم عضلات كبيرة أو أن أسوي رياضة كارديو أرحم يعني اعتبر ضياع وقت أن أنت تروحي على عضلة صغيرة وتعيدي بوزن خفيف ما سوينا ولا شي حصر تمارين مقاومة في تمرين واحد هذا نفس الشي بالنسبة للبنات تمرين سكوات ومثلا تحدياتني بسوي 100 سكوات ويصل إلى 300 سكوات في الحقيقة يجب تمرين جميع عضلات الجسم لازم كل عضلات الجسم لأنها تقعد بعض الظهر ضروري الأرجل ضروري كلهم لأن أنا أشيل بمرن لقز بستخدم الظهري فلو الظهري ضعيف ما بشيري الوزن اللي أسوي حق اللقز يعني والعضلة أصلا زي ما قلنا تحتاج من 24 إلى 28 ساعة كي تتشافى تماما ويتم إعادة بناءها لما نمرن كل يوم نفس العضلة إحنا قاعد نكسر العضلة بدل ما نبنيها فلو أنا أبغى عضلاتي تكبر لازم أعطيها فرصة تتشافه لازم أكل البوست ووركاوت ميل لازم أكل كاربز وبروتين بعد التمرين عشان أبني هذه العضلات ولازم أرتاح أو أنام زين عشان أبني العضلة فما يصير أمر نفس العضلك اليوم ترجمة نانسي قنقر